اشتركوا في القناة الموالية للكرملين وصلت اصابة خطوط الامداد لالاف الجنود الروس على الضفة الغربية لنهر الدنيبر هجوم صاروخي على مدينة كارسون الواقعة جنوب اوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا مدينة كانت بمثابة مقر للادارة العسكرية المدعومة من الكرملين تحدي اخر للادعاء الروسي بانه يسيطر بشكل كامل على الوضع الامني في المدينة جاء في وقت متأخر يوم السبب عندما اندلع قتال ناري في شوارع المدينة واستمر بين عشية وضحاها بحسب الفيديو الذي نشره المدونون العسكريون الروس لا تزال كارسون العاصمة الاقليمية الوحيدة في اوكرانيا استولت عليها موسكو منذ الغزو ولم يتضح من شارك في القتال تحدثت السلطات الروسية المحلية عن اعادة استهداف مقاتلي حرب العصابات الاوكرانيين اتهمت القيادة الجنوبية لجيش الاوكراني ليلة الاحد الروس في مدينة كارون بان القتال كان صراعا داخليا بين الروس يتطلعون الى تقسيم المسروقات قبل ان يفروا كانت اوكرانيا تشن هجوما مضدا في الجنوب لاسابيع في محاولة لارهاق المقاتلين الروس واجبارهم على الاستسلام او التراجع ولكن على عكس في الشمال الشرقي حيث انتشرت خطوط الروسية بشكل ضئيل وسرعان ما غمرها هجوم الاضاءة الاوكرانية امضت القوات الروسية في الجنوب اسابيع في الاستعداد لمواجهة غير متوقع والاوكرانيون يتقدمون ويحصنون مواقعهم مدينة كارسون والمنطقة المحيطة بها هي الارض الوحيدة التي يحتفظ بها الروس غرب دين برو قامت اوكرانيا بتفجير مستودعات الذخيرة الروسية ونقاط القيادة وضرب المعابر النهرية وخطوط الاندام بضربات صاروخية دقيقة تسعى لعزل ما يقدر بنحو 25 الف روسية على الضفة الغربية دين بروس نتيجة العمل الفعال من جانب قوات دفاع اوكرانيا قال السيد هاكلان المشرع الاقليمي ان القوات الاوكرانية كانت مسؤولة ايضا عن الاضراب على البيت الريفي الذي قال انه حدث يوم الهمع كما وافق الكريملين على عقد اجتماعات السلام المحلية عطلت القوات الاوكرانية جميع الزحافات فوق نهر بن برو لذلك كان الروس يعتمدون على طوافات مبنية على عجل لنقل الامدادات ذهابا وإيابا وقالت القيادة العليا للجيش الاوكراني ليلة السب ان الروس اغرقوا تسع عربات حقيقية في نهر الابنيبر في محاولة لعبور من شأنه ان يسمح لقواتها بالانسحاب بعد ان شنت القوات الاوكرانية ضربات على معاقل عسكرية روسية ازداد الضغط على القوات الروسية في جنوب اوكرانيا في نهاية الاسبوع فقامت القوات الروسية بتكثيف التدريبات للجيش الروسي حيث تتضمن التدريبات العسكرية الاسلحة النارية والرصاص الحية اضافة الى الصواريخ والقنابل اليدوية مع اندلاع معارك بالاسلحة النارية في المدينة شنت القوات الاوكرانية هجوم صاروخي على مدينة كارسون الواقعة جنوب اوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا بالكامل حيث لا تزال كارسون العاصمة الاقليمية الوحيدة في اوكرانيا التي استولت عليها موسكو منذ الغزو ولم يتضح من شارك في القتال عندما قامت اوكرانيا بضرب المدينة حيث تحدثت السلطات الروسية المحلية عن اعادة استهداف مقاتلي حرب العصابات الاوكرانيين في خاركيف نتيجة العمل الفعال من جانب قوات دفاع اوكرانيا قال السيد هاكلانا المشرع الاقليمي ان القوات الاوكرانية كانت مسؤولة ايضا عن الاضراب على البيت الريفي الذي قال انه حدث يوم الجمعة تشير التقارير الى المزيد من الضربات في مدينة كارسون مع اندلاع معارك بالاسلحة النارية في المدينة ازداد الضغط على القوات الروسية في جنوب اوكرانيا في نهاية الاسبوع حيث شن القوات الاوكرانية ضربات على معاقل عسكرية روسية المواقع المستهدفة التي يستخدمها المسؤولون المحليون الموالية للكرملين واصلت اصابة خطوط الامداد لالاف الجنود الروس على الضفة الغربية لنهر البنيبر هجوم صاروخي على مدينة كارسون الواقعة جنوب اوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا مدينة كانت بمثابة مقر للادارة العسكرية المدعومة من الكرملين تحدي اخر للادعاء الروسي بانه يسيطر بشكل كامل على الوضع الامني في المدينة جاء في وقت متأخر يوم السبت عندما اندلع قتال ناري في شوارع المدينة واستمر بين عشية وضحاها بحسب الفيديو الذي نشره المدونون العسكريون الروس لا تزال كارسون العاصمة الاقليمية الوحيدة في اوكرانيا استولت عليها موسكو منذ الغزو ولم يتضح من شارك في القتال تحدثت السلطات الروسية المحلية عن اعادة استهداف مقاتلي حرب العصابات الاوكرانيين اتهمت القيادة الجنوبية للجيش الاوكراني ليلة الاحد الروس في مدينة كارون بان القتال كان صراعا داخليا بين الروس يتطلعون الى تقسيم المسروقات قبل ان يفروا كانت اوكرانيا تشن هجوما مضدا في الجنوب لأسابيع في محاولة لارهاق المقاتلين الروس واجبارهم على الاستسلام او التراجع ولكن على عكس في الشمال الشرقي حيث انتشرت خطوط الروسية بشكل ضئيل وسرعان ما غمرها هجوم الاضاءة الاوكرانية امضت القوات الروسية في الجنوب اسابيع في الاستعداد لمواجهة غير متوقعة والاوكرانيون يتقدمون ويحصنون مواقعهم مدينة كارسون والمنطقة المحيطة بها هي الارض الوحيدة التي يحتفظ بها الروس غرب ديني برو قامت اوكرانيا بتفجير مستودعات الذخيرة الروسية ونقاط القيادة وضرب المعابر النهرية وخطوط الامداد بضربات صاروخية دقيقة تسعى لعزل ما يقدر بنحو خمسة وعشرون الف روسية على الضفة الغربية دين بروس وقالت القيادة العليا للجيش الاوكراني ليلة السب ان الروس اغرقوا تسع عربات حقيقية في نهر الادنيبر في محاولة لعبور من شأنه ان يسمح لقواتها بالانسحاب موسيقى موسيقى